مشاهدي الكرام نشير إلى هذا الخبر العاجل حيث عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة قضية الدعم التي كان الاجتماع مخصصا لها وقد أضاف مجلس الأمناء في مستهل اجتماعه بند ثانيا عاجلا لمناقشاته وهو الاستجابة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مائدة الإفطار على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية كأولوية عاجلة في فعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وبخصوص بند الدعم قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة القضية من ناحية إجرائية على النحو التالي أولا استمرار الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى اليوم المحدد العاشر من أكتوبر 2024 على أن تعد الأمانة تحليلا تفصيليا لما وصلها حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي ثانيا عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابية والشبابية على أن تتضمن محاور رئيسة هي البيانات الرسمية حول أنظمة الدعم في مصر تحديد مستحق الدعم ومتطلباتهم الفئات المستهدفة مزايا وعيوب الدعم النقدي والعيني آليات وضمنات وصول الدعم لمستحقيه ثالثا عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة رابعا عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني خامسا عرض التوصيات المصاغة سابقا على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها للسيد رئيس الجمهورية وفيما يخص البند الثاني المتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ناقش الحوار باستفاضة في ظل التصاعد المضطرد في الأحداث واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة وقرر الحوار الوطني انطلاقا من متابعته لهذه التطورات عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء يوم السبت القادم حتى يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة